اشتركوا في القناة من احتلال العلاق عام 2003 لحد الآن يعني في الاحصائية هناك فقرات كثيرة مثيرة ومدهشة ومضحكة ومبكية في نفس الوقت ومضمنها هذه انه هذه الاحصائية تشير الى قضية مهمة جدا يعني ربما لم نفكر بها او يعني دوما نتحدث بها لكن يعني نتجاوزها بشكل او باخر في هذه الاحصائية تحدث انه اكثر ما فعلوه هؤلاء يعني الذين يحكمون العراق منذ عام 2003 لحد الآن سواء رؤساء احزاب شخصيات وزراء انقاذة ميليشيات هؤلاء اهم ما تحدثوا به اهم ما فعلوه هي الاحاديث والتصريحات واللقاءات يعني هذه الاحصائية تحدث عن ربما مليار لقاء وتصريح لهؤلاء خلال هذه العشرين سنة ليس لديهم سوى لا يعني احنا نعرف لم ينجزوا شيئا ولم يفعلوا شيئا للعراق لذلك العراق في هذا الحال لكن هذا احاديثه متزداد هذه احاديثهم ولقاءاتهم كلما كانت الازمة كبيرة بالعملية السياسية ومكثر الازمات التي تعرض لها العملية السياسية من عام الفن الثلاثة لعدلانية في ازمة وهذه الفترة خلال هذه الفترة والعملية السياسية في زاوية ضيقة زادت هذه اللقاءات وزادت التصريحات ونضمن هذه هي كثيرة لكن سنشير الى واحدة منها يعني الكاظمي مثل ما تعرفون مصطفى الكاظمي غيس الحكومة الحالية الآن يتلبسه دور يعني يتلبس دور رجل الاطفاء المتميز هو يريد ان يقول عنه هكذا انه يحاول ان يحتوي هذه الخلافات ونعبد طاولة مستديرة ونوى معرف منه ولقاءات وحوار وطني هذه المشكلة الكبيرة فهو التقى مصطفى الكاظمي بعمار الحكيم وجلسة اثنين هم وصدر عنهم بيان البيان تحدث عن ربما خمس نقاط سنذكرها رغم انها مكررة والناس تسمعها دائما لكن من الضروري ان نذكرها لانه في هذا الوقت ضروري ان يسمعها الناس ويتذكرها الناس ويذكرون بها من يتحدثون بها تحدثوا عن نقطة الاولى قالوا ضرورة ابعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن خلافات القوى السياسية هي متى كانت مصالح المواطنين في العراق منذ عام 2003 لحد الآن مثار اهتمام كل القوى وكل الحكومة التي جاءت يعني بالعملية السياسية هذه هذه الحكومات المتعاقبة التي جاءت كيف تهتمت بمصالح المواطنين؟ لو كانت تهتم بمصالح المواطنين لما وصل العراقي هذا المستوى لكان العراق عندها هوية لكان العراق عندها كهرباء لكان عندها تعليم جيد لكان عندها رعاية صحية جيدة طرق جيدة مياه نظيفة كهرباء مستمرة تعليم جامعي عالي خدمات مستمرة لا يوجد بطالة على الاقل هذه الموات لا يوجد فساد لا يوجد خراب هذه جزء من اهتمام المواطن ماذا تهتمته؟ ما العراق من سيء إلى أسوأ خراب وقتل وميليشيات متحكمة بي الاقتصاد ما لا تحكم بميليشيات والأموال تأتي والفساد يذهب بهذه الأموال والناس من فقر إلى فقر الأمية تزداد والفقر يزداد وخارطة الفقر تتوسع وخارطة المرض تتوسع هذا واقع الحال والناس تهاجر وتنهزم من البلد مع الأسف الشديد طباء ومهندسين بكل الكفاءات يضربون بالرصاص ويضربون بكل شيء من قبل أي واحد ممكن يتعدى عليهم هذا واقع الحال ثانيا يقول ومؤسسات الدولة يبعدها عن خلافك ما هي مؤسسات الدولة؟ يعني وين مؤسسات الدولة؟ هل لدينا في العراق دولة لتكون لديها مؤسسات؟ أولا عليكم أن تنشئوا دولة وتنشئوا لها مؤسسات هي لا دولة نحن نعيش في زمن لا دولة من العشرين سنة لا دولة في العراق ثاني النقطة الثانية يقول ضرورة إصلاح النظام السياسي أدنا إلى نفس القضية هم يريدون أن يحافظوا على العملية السياسية هذه العملية السياسية خط أحمر لا يمكن هذه يعني يجب أن تبقى ويجب أن تدوم ومع حياة العراقين وأجيال وراء أجيال تتحمل هذه العملية السياسية بكل مدخلاتها ومخرجاتها السيئة وبكل فسادها وكل خرابة على العراق ومكافحة الفساد متى كافحتهم الفساد؟ كل الأحزاب الآن فازة ما هي الأحزاب التي تؤسس العملية السياسية فازة؟ انظروا كيف بدأت في عام 2003 وماذا تملك والآن ماذا تملك هذه الأحزاب؟ من أين لها هذا؟ الشخصيات التي تحكم هذه الأحزاب قياداتها كيف بدأت والآن؟ ما هي؟ ما هي المناصب التي أخذتها بشرف وبجدارة وبكرامة؟ أما أخذتها بالسلاح وبالقوة بلوي الأذرع وبالإيران وبغيرها والأموال التي حصلوا عليها والبيوت والعراضي هذه كارثة كبيرة النقطة الثالثة استخدام الطرق القانونية والدستورية استخدام الطرق القانونية والدستور لحل المشاكل يا قانون في العراق ليس هناك قانون وليس هناك دستور دستور قميص مطاط عندما تحتاجونه تلبسونه وعندما لا تحتاجونه تمسحون به الأرض هذا واقع الحال والدستور ملغوم أكثر من خمسين مادة تحتاج إلى قوانين وكلها ألغام ومصائب كبيرة وثلاثة أربعة حتى على دستوركم الكسيح أنتوا لا تطبقونه فالدستور تذكروا في أزماتكم وأي طرق قانونية وأنتم سيستم القضاء وتضغطون على القضاء بطريقة وبأخرى النقطة الخامسة اعتماد مبدأ التشاور بين الجميع مضحكين الحقيقة مضحكين هم يتشاورون من أجل توزيع ما قالت عنه إحداهم قالت نوزع الكيكة هالكعكة يوزعوها فقط تشاورون عندما توزعون مكاسب بينكم وهذه يحصتك وهذه يحصتك وهذه المساحة التي أسيطر عليها أما تشاورون على المواطن والوطن وما الذي يفيد الوطن والذي يفيد المواطن هذه قضية قضية كبيرة يعني وهذه النقاط أعود مرة أخرى هذه النقاط الخمسة كم مرة سمعناها من عام 2003 لحد الآن ملايين مئات الملايين من المرات سمعنا مثل هذه الأحاديث وسمعنا مثل هذه النقاط لكن أين هي ما الذي طبق منها مجرد الشعارات مجرد كل الذين يحكمون العراق مجرد ظاهرة صوتية يحاولون أن يبنوا حالة من التضليل وحالة من الخداع للعراقين مع الأسف الشديد ولا يدركون أن شعب العراق هو أذكى شعوب الأرض ما احترامي ليكون شعوب الدنيا هذا الشعب العراقي شعب ذكي وشعب قارئ وشعب يعرف الصالح من الضالح يعرف كل شيء لا تحاولون الضحك عليه التضحكون على أنفسكم وعلى الشعب العراقي سيأتي يوم هذا الشعب العراقي سيزيحكم بكل قوة وهذا اليوم قريب وصدقوا يعني قد تعتقدون أن قوى الميليشيات والسلاح اللي بأيديها حاميكم هذه يعني وهم كبير هذا سيأتي اليوم اللي هذا الشعب يزيحكم وستجدون أنفسكم أمام مفاجئة كبيرة هذا الشعب لا يمكن أن يسكت على هذا الضيب عموما وقت هذه الحلقة قد انتهى أتركوكم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استواجعكم والله والسلام عليكم